طيبًا، أعسلكك على حاجة، أنت شايف أن جيلكم دائمًا الناس بتقارن يعني كل الأجيال اللي جاية بعديها بالجيل بتاعكم أنت شايفيني ده المقارنة دي الأول عايز أقولك المقارنة دي عدلة؟ ولا أنت شايفينو عادي أقل مشكلة أن يحصل مقارنة؟ لاً دي تبقى مقارنات ظلمة طبعاً لأن دائمًا بنيبقى أجيال مختلفة الأجيال اللي قبلينا كان فيها ناس كويسة والقبليهم كان فيهم ناس كويسة وحققوا بطلات والقدام جداً ما كانش فيه كامل بطولات اللي موجود دلوقتي لأ فأنا أعتقد أن المقارنات بين الأجيال بتبقى ظالمة إلى حد ما ولكن إمكانيات اللعيبة الحقيقية بتباني في كل وقت بيباني مثلاً لما كابتن محمود الخطيب كان موجود في جيله وكابتن صالح سليم موجود في جيله كان اللعيبة عندها قدرة طبعاً محترامنا لكل الأساني مش عايزة أنسى حد منهم خالص ولكن في ناس جمهور كان لما يتفرج على جيل معين كان بيتستمتع بيتبصد بيتفرج وعارف أن انت هتكسب في أي وقت هتشارك في أي بطولة احنا كنا فيه بطولة أنا واخد الحمد لله حوالي 13 بطولة معناد الأهلي بطولتين أفريقيا 12 و13 احنا كنا بنتكلم وكومفدرشان كوب دي احنا اللعبين فيها كنا سكور حوالي 16 لعيب أو 15 لعيب والحمد لله حققناها أنت متخيلة العدل 17 لعيب السكور كله كان كده بالظبط ومسافرين بره كمان وكان فيه بره 3 حرس مارم بالظبط يعني وكان معنا حرس مارمى زيادة كمان على المدكة انت متخيلة كان لعيب يعني فما كانش معنا حد خالص والحمد لله الناس الجماهير والناس كلها عندها ثقة في المجموعة برضو هنا فيه فرق للمجموع بيكون عنده ثقة في اللعيبة والإمكانيات اللي موجودة وبيستمتع لأن الكورة في الأول وفي الآخر هي ايه استمتاع وشغف